اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الالتساقات مقدمة الالتساقات هي حزم من نسيج الندبي وهي تتشكل بين الأنسجة والأعضاء وتتشكل معظم الالتساقات بعد الجراحة في البطن لا تتسبب بعض الالتساقات بأي مشاكل لكنها قد تضيح قطاعات من الأمعاء عن مكانها فتلويها وتجعلها تتضيق وهذا قد يعيق الطعام من المرور عبر الأمعاء ويتسبب بمشاكل هضمية كما قد تتسبب الالتساقات الحوضية بمشاكل عقم عند النساء يساعد هذا البرنامج التثقيفي على تكوين فهم أفضل عن الالتساقات كما يناقش أعراضها وأسبابها وعلاجها الالتساقات تملك الأنسجة والأعضاء الداخلية في الأحوال الطبيعية أسطحا زلقة ويسمح هذا لها بالتحرك وبالانزلاق عن بعضها بعض بسهولة عند تحرك الجسم الالتساقات هي حزم من نسيج ندبي وهي تتشكل على الأعضاء في البطن أو الصدر أو الحوض ويتسبب هذا بأن تلتصق الأعضاء ببعضها البعض كما قد يتسبب ذلك بأن تلتصق الأعضاء بعنسجة أخرى في الجسم مثل جدار البطن لا تتسبب معظم الالتساقات بأعراض أو مشاكل غير أن بعضها قد يتسبب بألم بطني أو حوضي مزمن وتشكل الالتساقات سببا رئيسيا لانسداد الأمعاء أيضا يمكن الالتساقات البطنية أن تفتل أو تلوية أو تشد الأمعاء لخارج مكانها وهذا قد يتسبب بانسداد معوي ويمكن للانسداد المعوي أن يعيق الطعام أو البرازة بشكل جزئي أو كامل من التحرك في الأمعاء الانسداد المعوي الكامل هو حالة مهددة للحياة قد تتسبب الالتساقات بالعقم عند النساء فهي قد تعيق البيوض الملقحة من الوصول إلى الرحم عن طريق فتل أو لوي البوقين يحمل هذان البوقان البيوض من المبيضين وهما المكان الذي يخزن البيوض ويطلقها إلى الرحم والرحم هو المكان الذي ينمو فيه الجنين ويتخلق الأعراض تكون معظم الالتساقات غير ملحوظة غير أنها قد تتسبب بأعراض أحيانا قد تتسبب الالتساقات بألم بسبب شد الأعصاب ويعتمد الألم الذي يشكو منه المريض على مكان الالتساقات العرض الأكثر شيوعا الذي يحصل بسبب الالتساق هو ألم مزمن في المنطقة البطنية أو الحوضية ويكون الألم مشابها لألم التهاب الزائدة والانتباد البطاني الرحمي والتهاب الرتج توجد الالتساقات في المقام الأول في البطن وقد تتسبب تلك الالتساقات بانسداد الأمعاء كما قد يكون ذلك مهددا للحياة تتضمن أعراض انسداد الأمعاء ما يلي معص وألم بطني شديد قيء انتفاخ أصوات معوية صاخبة تورم البطن عدم خدرة على إخراج الغازات امساك قد يؤدي الانسداد المعوي الشديد إلى التشفاف وتتضمن أعراض التشفاف ما يلي جفاف الجلد جفاف الفم واللسان عطش شديد قلة التبول تصرع ضربات القلب انخفاض ضغط الدم في بعض الأحيان قد تصبح المنطقة المعاوية المصابة بالالتساقات مسدودة ثم يزول الانسداد وهذا قد يتسبب بأعراض تأتي وتذهب كما قد توجد الالتساقات في أجزاء أخرى من الجسم وقد تتسبب الالتساقات القلبية بألم صدري قد تتسبب الالتساقات فوق الكبد بألم عند التنفس العبيق وقد تتسبب الالتساقات المعوية بألم عند التمطط أي التمدد أو في أثناء التمارين الرياضية وقد تتسبب الالتساقات التي تصيب المهبل أو الرحم بألم في أثناء ممارسة الجماع أكثر من خمسة آلاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الأسباب تتشكل الالتساقات عندما يحاول الجسم أن يرمم نفسه وهي تظهر بعد اضطرابات نسيجية في الجسم كما يحدث في أثناء الجراحة قد تصل الخلايا التي ترمم الأنسجة في الجسم سطحين يحتكان ببعضهما بعضا لا تستطيع الخلايا أن تفرق عضوا ما عن الآخر ويتسبب ذلك بنسيج ندبي أو التساقات جراحة البطن هي السبب الأكثر شيوعا للالتساقات البطنية فجميع من يخضع لجراحة البطن تقريبا سوف يصاب بها وتكون خطورة حدوث الالتساقات أكبر ما يمكن بعد الجراحات على أسفل البطن والحوض قد تبدأ الالتساقات بعد الجراحة مباشرة غير أنها قد تصبح أكبر وأكثر شدا مع مرور الوقت وقد لا تلاحظ الأعراض إلا بعد الجراحة بسنوات قد تحدث الالتساقات أيضا بفعل التهاب من مصادر غير مرتبطة بالجراحة إلا أن ذلك أقل شيوعا والأسباب الأخرى للالتساقات هي حالات العدوى البطنية التهاب الزائدة أو تمزق الزائدة حالات العدوى في الجهاز التناسلي الأنثوي المعالجة الشعاعية للسرطان التشخيص لتشخيص الالتساقات سيسأل مقدم الرعاية الصحية المريضة أسئلة عن تاريخه الطبي كما سيجري فحصا جسديا لا يمكن أن تشاهد الالتساقات من خلال تقنيات التصوير مثل الأشعة السينية أو فحص الأمواج فوق الصوتية لكن يمكن استخدام تلك الفحوص وغيرها لاستبعاد أسباب الأعراض الأخرى قد تتسبب الالتساقات البطنية بالانسداد الأمعاء ويمكن مشاهدة انسداد الأمعاء من خلال الأشعة السينية الدراسات الضليلة بالباريوم والتي تعرف أيضا باسم الدراسة الهضمية السفلية بالأشعة التصوير المقطعي المحوسب ويحثر على معظم الالتساقات خلال الجراحة الاستكشافية أو الاستقصائية العلاج لا يكون علاج الالتساقات البطنية ضروريا عادة حيث لا تتسبب معظم الالتساقات بمشاكل تكون مسكنات الألم كافية أحيانا لعلاج الأعراض كما يمكن استخدام أدوية أخرى وذلك بحسب الأعراض يمكن علاج السداد الأمعاء الجزئي بالسوائل أو بنظام غذائي منخفض الفضلات يكون النظام الغذائي منخفض الفضلات غنيا بمشتقات الألبان ومنخفض الألياف وهذا النظام الغذائي يكون تفكيكه إلى جزئات أصغر بواسطة الجهاز الهضمي أكثر سهولة الجراحة هي الطريقة الوحيدة لعلاج الالتساقات التي تتسبب بألم مزمن أو انسداد أمعاء أو عقم لكن معظم الجراحات تحمل خطورة التسبب بالمزيد من الالتساقات يحتاج السداد الأمعاء التام عادة إلى جراحة فورية ويستخدم تنظير البطن وبضع البطن لعلاج الالتساقات البطنية في أثناء تنظير البطن تحرك كاميرا عبر ثقب صغير في البطن ثم تقطع الالتساقات وتحرر وفي بضع البطن يصنع مقدم الرعاية الصحية شقا كي يرى الالتساقات مباشرة ويعالجها تعاود الالتساقات الظهور غالبا بعد الجراحة لأن الجراحة بحد ذاتها تتسبب بالالتساقات إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة الالتساقات هي حزم من نسيج ندبي وهي تتشكل بين الأنسجة والأعضاء وتتشكل معظم الالتساقات بعد جراحة على البطن قد تحدث الالتساقات أيضا بفعل التهاب من مصادر غير مرتبطة بالجراحة إلا أن ذلك أقل شيوعا لا تتسبب معظم الالتساقات بأية مشاكل إلا أن بعض الالتساقات قد تفتل أو تلوي أو تشد قطاعات من الأمعاء لخارج مكانها وهذا قد يعيق الطعام من المرور عبر الأمعاء ويتسبب بمشاكل هضمية قد تتسبب الالتساقات الحوضية عند النساء بمشاكل عقم الجراحة هي الطريقة الوحيدة لعلاج الالتساقات التي تتسبب بألم مزمن أو انسداد أمعاء أو عقم لكن معظم الجراحات تحمل خطورة التسبب بالمزيد من الالتساقات علاج الاتساقات البطنية ليس ضروريا غالبا تكون مسكنات الألم كافية أحيانا لعلاج الأعراض ويمكن علاج انسداد الأمعاء الجزئي بالسوائل أو بنظام غذائي منخفض الفضلات شكرا لاستخدامكم برنامج X-Plain